عبر الأخماص صناعية من بغداد الأستاذ داود السعدي الخبير الأمني والعسكري سيد داود كنا نتحدث قبل قليل عن أن 500 متر فقط هو ما تبقى لداعش في الموصل حضرتك لفت إلى أن المنطقة متميزة بشوارعها الضيقة وبالأزقة بنظر إلى هذه المعطيات هل هذا يمكن أن يؤثر في المعركة بشكل ممكن أن تطول أو العكس لا لا حقيقة المعركة بالتأكيد لن تطول هناك إصرار من قبل القوات العراقية قوات مكافحة الإرهاب وكذلك الجيش العراقي مدعومة بقوات التحالف بأن يتم تحرير هذه المنطقة ربما خلال ساعات لكن حقيقة القوات العراقية حريصة على سلامة المدنيين المتبقين في هذه المنطقة تنظيم داعش لا يزال يحتجز بعض المدنيين في هذه المنطقة والبعض الآخر لا يستطيع الخروج نظرا لعدم موجود ممرات آمنة هناك قناصة من قوات الجيش العراقي في الجانب الآخر من النهر وهي تقوم بمعالجة بعض عناصر داعش الذين يحاولون الهرب من خلال استخدام ضفة النهر مرورا بالنهر إلى الجانب الأيسر أو مرورا من النهر إلى مناطق أخرى خارج سيطرة ربما القوات العراقية لكن أنا أعتقد بأن المعركة لن تطول هناك معلومات بأن السيد العبادي ربما سيقوم بزيارة قريبة جدا إلى مدينة الموصل وتحديدا إلى الجانب الأيمن لإعلان النصر النهائي في مدينة الموصل وبالتالي القيام بعمليات عسكرية في مناطق أخرى قد تكون الحويجة هي المرحلة المقبلة للقضاء على عناصر تنظيم داعش طيب أستاذ داود عمليات تحرير وتحرير الموصل باتت قريبة جدا جدا لكن ماذا بعد ذلك؟ عمليات التطهير ماذا بعد داعش؟ ما الخطط الموضوع التي وضعت لعمليات ما بعد داعش الآن في الموصل؟ نعم ما بعد داعش في مدينة الموصل أنا حسب اعتقادي وحسب ما تم التصريح به من قبل بعض المنظمات الدولية سيتم أعمار المدينة القديمة كمرحلة أولى يعني اليونسكو واليونسيف والأمم المتحدة حرصت على أن تكون سباقة في أعمار جامع النوري وكذلك أعمار المنارة الحدبة المرحلة الأخرى أيضا ربما قيام الحكومة العراقية بعمليات للمصالحة الوطنية داخل مدينة الموصل وإعادة النازحين الكل حريصين اليوم على إعادة النازحين الجانب الأيسر تم إعادة أغلب النازحين إليه والحياة تبدو طبيعية في هذا الجانب أما الجانب الأيمن فنا أعتقد بأن نسبة الدمار التي فيه قد تعرق البعض الشيء عودة النازحين إضافة إلى الحاجة إلى عمليات مصالحة وطنية حقيقية تقوم بها ربما جهات عشائرية وربما حتى مجالس محلية في هذه المحافظة أو لجان تشكل لعملية المصالحة الوطنية وعملية دمج المواطنين شيء بعد الآخر أما بما يتعلق بالناحية العسكرية فأنا أعتقد بأن منطقة الحويجة هي المرحلة الأخرى لتنظيم داعش اليوم العراقيين حريصين على أن تكون هناك مصالحة وطنية حقيقية وأن تكون المرحلة ما بعد مرحلة القتال مع داعش هي مرحلة الحفاظ على الأمن ومنع دخول داعش أو دخول أي ميليشيات في أي منطقة عراقية وبالتالي خلخلت الأمن وزعزعت الأمن في هذه المناطق شكرا لك الأستاذ داود السعدي الخبيل الأمني والعسكري كنت من عبد الأقماص طنعية مباشرة من بغداد